تميها خطأا فتاوى وخليني اعترف ان الاستاذ احمد اللي كلمنا في الفقرة اللي فاتت كان مصيب ان احنا يجب ان لا نصف ما يقال على السنة بعض ممن يدعون معرفتهم بالدين لا يجب ان نصف ما يقولونه بانه فتاوى هو مجرد كلمات تخرج لتحض على العنف والارهاب والتخوين واثارة الفتن بالتأكيد كل ده مش من الاسلام الصحيح الوسطي رأينا من يحرض بالقتل والعنف والتخريب ورأينا ايضا من يستبيح دماء المصريين فالكثير من الشباب مغيب ولا يعرف ما هي نتائج افعاله الا وانه متأكد وفقط من انه على حق بخلاف التهديدات المباشرة والقوية بعدم استكمال الدراسة بالجامعة مما ادى الى رفع حالة الحذر والخوف لدى الاسر المصرية اجمعها ما هو دور الازهر الشريف والاسلام الوسطي لحل كل هذه الازمات التي يواجهها الشعب المصري من يقول الشياء تدعو الى التحريد الان ومن يستمع اليها باعتبارها فتاوى من المتسبب حتى نصل الى هذه الحال ولو حتى عرفنا من هو المتسبب كيف يمكن ان نعالج ما قد تسبب عن ما يسمى فتاوى وما هو بفتاوى كيف يمكن ان نعالج كل هذا الان ضيف الكريم الدكتور احمد كريمة استاذ الشريعة الاسلامية بجماعة الازهر اهلا بحضرتك اهلا بك وبمشاهديك الكرام كثير احمد يعني فحية خليني اعترف ان احنا يعني خلاص يعني جبلنا على ان احنا نسمع اي حد بيقول كلمات خاصة بالدين او اشياء لها علاقة بالدين او درس الدين في يوم من الايام او تكلم في الدين في يوم من الايام جبلنا على ان احنا نسمى ده فتاوى اخطأنا وغيرنا كثيرا في هذا الامر واجب علينا ايضا الاعتذار والتصحيح لما يأتي من مشاهد كريم انا احطه على راسي وجوه عنايا وده حصل بالفعل لكن العلم ماذا يقول عن كلمات تصدر لها علاقة كبرى بالتحريض والعنف والقتل واستباحة الاموال والاموال والدماء والاعراض وكل الشيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبروث رحمة مهداة للعالمين سيدنا محمد النبي الرسول وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأزواجه أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين المهديين أجمعين والتابعين وبعد فالحقيقة أنه لا بد في العمل العلمي السليم أن نفرق بين الإسلام الدين وبين تصرفات بعض المنسوبين لهذا الدين فحينما نقول أنا لا أقول التطرف الديني ولا التطرف الإسلامي ولا الإرهاب الإسلامي نقول التطرف المنسوب إلى الدين الرأي المنسوب إلى الدين وهكذا أولا فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية الله تعالى حدد التخصص في صورة النساء فقال جل شأنه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه للذين يستنبطونه منهم وآية أخرى في صورة التوبة فلولا نفر من كل فرق منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار الإمام بن القيم وضع كتابا عنوان مثير ومخيف إعلام الموقعين عن رب العالمين تحدث عن الفتوى وعن رجالها وضوابطها ووسائلها ومقاصدها فالإمام بن القيم رحمه الله سمى المفتين بمثابة النواب الموقعين عن رب العالمين فمن عنده ظرة من الخشية لله تعالى يستشعر أنه إذا تكلم كلاما يريد أن ينسب إلى الشرع فلابد أن يكون على بصر به لأن الله قال في صورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وإذا جئنا إلى صورة النحل فإننا نجد الإنذار والتحزير من الله تعالى لمثل هؤلاء الذين ينسبون إلى الشرع ما ليس في الشرع قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ومن هنا قال الفقهاء فيما أجمعوا علي ويحجروا على المفت الماغن قالوا من أتى بالغرائب والعجائب والشزوز وما يناقض القرآن الكريم والسنة النبوية يحجروا عليه لكننا أخي الكريم الأستاذ هيثم سعودي بارك الله فيك وبمشاهديك وبهيئة البرنامج نحن في تجريف للفكر الإسلام الصحيح من أربعين سنة الفطورة ليست فطورة سنة مش السنة دي ولا فاتت لا 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 ده الحصاد المر دي بعد يساوي يعني الأمر بالنسبة لي لم يكن مباغتا أنا لا أدعي زعامة أو بطولة ولكن جزء من الواجب الإسلامي ثم الوطني 1996 أصدرت أول كتاب لي منشور وموجود في دار الكتب المصرية قضية التكفير في الفقه الإسلامي لم يستمع إلي أحد ناقشت فكر جماعة ما تسمى بالجهات قضية الحكم بغير ما أنزل الله منشور لم يستمع إلي أحد كتبت كتابا عن فتنة التكفير وحرمة التكفير ولم يستمع إلي أحد وتنبأت بما سيحصل في سيناء وفي غيرها تجريف الفكر مين اللي كان المفروض يستمع فضلتك مين اللي كان يستمع الدولة عبارة عن مؤسسات مختلفة الدولة جزر معازلة الدولة مفكرة يعني الأزهر ولا الجامعات شوف شوف أقول لحضرتك الجامعات في أوروبا مراكز بحسية لخدمة المجتمع نحن عندنا الجامعات مجرد أوعية للطلقين والحفظ والطلب بيبخ الكلمتين على ورقة الإجابة ويجيوا معادي يصحح ويقلبوا بالسلامة دي قضية تلا يوجد عندك تعليم بالمناسبة لا في الجامعات ولا فيما قبل الجامعات قد تبال حضرتك لكن دا مش قضية معاك التعليم وإن كان دا حجر الزاوي أما الان كان المفروض ينصد لما كتبته في يوم من الأول إلا حضرتك نحن في جزر منعزلة وعندنا مسؤولين أيا كان أنا لا أحدد ولا أعين طبعا تتكلم من 40 سنة فا يعني مش بنتكلم على حد بعينه هو من بعد آخر كتاب بيعالج المفاهيم المغلوطة والأفكار الخطاقة كان اسمه كتاب بيانه للناس أيام سيد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق آخر كتاب طلع من الأزهر حضرتك فالكان من المفترض ولا يزال أن المؤسسات الإسلامية تتكامل في محاصرة ومعالجة وباء أو فتنة أو ظاهرة التكفير حضرتك كان من المفترض يعني أنا مقدم مشروع بس مش هنا لهنا لأن هنا للإمارات أنا عارف أن أنت يعني قدمت مشروع لدولة الإمارات منتدى أمتاً وسطة قد تبال حضرتك الأمر الآخر إن مثلاً لو جئنا إلى عفواً العمل التعليمي حضرتك في إحدى المدخلات مع أحد الإخوة الكرام المشاهدين والمتابعين قال إن في أحد الإرهابيين يدرس في كلية أصول الدين نعم هي المسألة مش إنه في كلية أصول الدين المسألة إنه وصل كلية أصول الدين من المعهد محمل بالفكر فلما نجي نعالج ما تعالجش من القمة البداية إحنا لا نعالج في البداية ثقافة المصريين لا نعالج إلا عند الكارثة أو من النهاية لأن لا يوجد عندنا لا إدارة أزمات ولا يوجد عندنا حسن انتقاء قيادات وأسهل حاجة عندنا تصدير القوة الأمن أو تصدير الداخلية أو اللي جاي أو اللي جاي المسؤول اللي جاي فحضرتك هنا ربنا يبرك فيك إصلاح التعليم الأزهري فريضة لكن كلما يأتي مسؤول المجلس ينظر في عينه المهم دي قضية خطيرة التعليم الأزهري بحاجة إلى إصلاح الأمر الآخر العمل الدعوي نظام مبارك بحسابات أمنية خاطئة تماما وصفقات غير مدروسة صراحوا للفكر المتسلف أن ينشئ عدة قنوات اقتحمة كل بيت النجوع الكفور العزب الأحياء الشعبية الأحياء اللي بقولوا عليها الراقية خدت بال حضرتك الشيخ فلان الشيخ علان اللي راح خد دوره في السعودية اللي راح خد دوره في الأردن اللي أرى كتاب اللي خارج تحت البيري السلم اللي خارج ما احترامنا كلهم كليات مدنية لا يوجد فيهم كليات شرعية أنا أفكر لك مفاجئة جماعة الإخوان جماعة السلفية ولا فقه واحد عنده ولذلك أصاب المشايد اللي ما قالك لأنه سماه فتو جماعة السلفية ولا فقه واحد لأن الصحة لكل إنسان دار الشرع إسلامية مثلي متخصص فيها الأمر الآخر وهل الدولة بتستفيد من الفقهاء لا لا تستفيد من الفقهاء حضرتك انظر إلى القوافل الدعوية فين الفقهاء اللي معاهم ان طرحت تواجه واحد تكفيري أو واحد شيعي أو واحد أي انكت ملته أو ثقافته طيب دكتور أحمد لا أنا أسمحلي أنا أستغل صراحتك الشديدة دي وأسألك بعد بعد آخر الأخبار عن مين السبب في ده وليه ده ما بيتغيرش ما تغيرش من 40 سنة ليه ما بيتغيرش دلوقتي وإحنا في يعني أحواج الأمر إلى تغييره الآن المناخ السائد لن يغير شي اسمح لي في دقيتين أقول آخر الأخبار وأعود مرة أخرى لدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجماعة الأزهر يقول كلام مهم جدا النهاردة الداخلية اللي بيها القبضة على العمال المصريين السبعين بطرابولس لدخولهم بطريقة غير شرعية عناصر من الإخوان يشعلون النيران بمحل تجاري بشارع العريش بالهرب أنباء عن سقوط قتلين وأربع إصابات في اشتباكات الإرهابية والأهالي بعين شمس محافظ القاهرة يقرر تسكين 26 أسرة من عقار روض الفرج المتصدع والمعرض للإنهيار إلى مساكن بديلة بالمرض القوات المسلحة توزع 3000 كرتون اتمواد غزائية لمتضرر السيول بالوادي الجديد عميد هشام نصر مدير مباحث المينيا للمحور نيوز القبض على ثمانية من أنصار الإخوان الإرهابية بحوزتهم الشماريخ ولافتات رابعة وجاري ملاحقة الأخر طيب دكتور أحمد كريمة سؤالي لحضرتك لما نبقى في أوقات عادية ما فيهاش حرق وقتل وتدمير وإفساد أن احنا نتغاضى عن أشياء سلبية بتحدث في المجتمع مش هقول مقبول لكن نعديها لكن في مرحلة ده بيحصل فيها يعني شايفين الأفعال التي تتم بناء على أقوال تصدر من ألسنة بعض ممن يدعون العلم بالإسلام والدين لما نشوف أفعال كثيرة جدا بتحدث أعتقد أن ده أدعى أن احنا نبدأ أنا صحح لك بس لأول الكلام المنسوب إلى الطارق على الدعوة الإسلامية لكن أسألك سؤال صريح الحكومة قرد فعلا لما تم الاعتداء على مدرية أمن الدقالية بالمنصورة عملت قرار الإخوان جماعة إرهابية تمام فعلا لأليا للتنفيذ على فكرة قرروا السعودية أخوة من قرار مصر قرار مصر حبر على وراء عارف لو في فعالية ما كانش فيه مظاهرة واحدة علفة مسلح طلعت لكن السعودية عملت تفعيل القرار ممنوع الاجتماعات ممنوع المظاهرات ممنوع التمويل عملت سلسلة يعني أنا بقول ياريت تكرموا في مصر الزكاة العقول نضبط ابعتوا للمملكة العربية السعودية وخدوا منها الآلية وطبقوها في مصر مازال القرار حبر على وراء انت عملت ايه كن بزيش عملت شحاك بل ليه مك صدق يعني ما يجي طالب النهاردة يختحم الجامعة يقف ويدخل شارع العلش المزدحم فين الام وانت لسه خاف من اشتون على 19 دولة اوروبية مش عاجبها اللي بيقصل في مصر يعني انت ما بين دا وما بين دا برضو مش عارف ما بين ايه طب وانت ما بين ايه اللي خلاك عملت رابعة من الاول وانت كنت فين وعربات الزلط داخلة وعربات الرمل داخلة وعربات الحديد داخلة والخيم داخلة والعلى عملة تبني في الشارع كنت فين حد كان يتوقع ان ده ممكن يحصل الدكتور كريمة جهزة الرقابية هي البلد في غيبوبة واحنا ايه لمؤاخذة دي الحقيقة وانت بعد ما تعمل رابعة جاء طلطم بعد ما تسيب النهضة جاء طلطم كان ممكن تعالج دا من الاول انت شايف ان ترك اعتصام رابعة يعني يتسع بهذا الشكل تقصير كبير بص انو لا لك لله ولا ادري هقبلك تاني ولا لك ما تقابل على خير شوف يا سيدي انا اريد محاكمة من سمح لمحمد مرسي اصلا بالتقدم للرئاسة توجدين بتحكم محمد مرسي على انه كان بتهمة التخابر وكان معتقل وكان محبوز جميل بتاخد ورقه للترشيح ليه من اللي اخد ورقه للترشيح من اللي وصلنا لهذه الازمة حاكمه من صرح لمحمد مرسي بانه يتقدم لانه فاقد لشروط الترشح للرئاسة حاكمه اللي سكت او استهان عن اتخاذ القرار الحاسم انت لا تقبل ان وجود من قبل هذه الاوراق ومن تركه يعني اعتلي كرسي الرئاسة انه حتى يبقى موجود حتى الان في مناصب في الدولة وبيحتل مسئولية كبيرة في الدولة بتحكمه بتهمة تخابر وعمالة اليس كذلك طب لما هو متهم بهذا او حتى لا يصدر في حكم القضائي لكن متهم كيف تأخذ اوراق من تحوم حوله علامات استفهام دي اللجنة العليا الانتخابات طب ويرل لجنة ما عندهاش جهات رقبية في الدولة ودي مش دولة مؤسسات هذه واحدة الحاجة التانية مين اللي سمح وسكت على تفاعل وتصاعد وتزايد انا كنت بروح جمعة الازهر جمبيهم يعني انا كنت بقول لا اله الا الله اشوف العربات راحة بالزلط عربات راحة بالرملة عربات راحة بالسيخ الحديد الناس عملة تبني العال وقفين بالهروات اللي هي بيسموها المساوئ الغليظة قال لا هي البلد ما فيهاش أم البلد ما فيهاش مخابرات عامة فحضرتك شوف الدولة كلها مسؤولة اقعد تقول الازهر فقط او الاوقاف فقط او الدخلية فقط الدولة كلها مسؤولة ولذلك انا بقول للرئيس الجديد اذا فلت عايز سبني مصر الجديدة كل الحرس الادمي الموجودة ما ينفعش لإدارة مصر كله لا بد ان يغير بس انت بتكلم انه مش الازهر او الاوقاف هما المسؤولين بس هما ليه طلبت بانشاء وزارة للشؤون الدينية طالما انهما بيقوموا بدورهم كما يجب لا 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 لم اقول كما يجب لا انا لا اجزي انا قلت لك اخر كتاب كتاب بيان للناس ايما الشجاد الحق بعدين ما فيش كتب بعدين ما فيش بعد احمد فراج لما كان الله يرحمه الاعلام الناجح لما كان بيصطحب اكابر العلماء المتخصصين مش بتوع الشلالية والطردية والوساطة وارف فلان وجوز الغالبانة انا بكلمك واضح ودول موجودين دلوقتي على قدم الوساق في الدولة كلها كان بياخد سيدنا الشيخ الشعراء المتخصص ياخد سيدنا الشيخ محمد الغزالي عارف يروح فين يروح سجن تورا انا هقولك على مفاجأة انت عايز سامي القوافل القوافل دلوقتي بتروح فين بتروح لمعهد ازهري لمنطقة وعز لناس طيبين زي سعادتك كده بس والتصور بيشتغل والبيان بيطلع والسلام عليكم وتوتى توتى خلصة انما محاولة تغيير افكار محاولة تطرفة او منصوبة للدين ده ما بيحصلش انا هقولك مفاجأة استحملها انا مستعد لو الدولة سمحت لي ألتقي بهؤلاء الجماعات في دخل سجن تورا انا مستعد استعد تروح وتتحاور وتتناقش معاهم كل من يعتنقون الفكر التكفيري الارهابي ايو ايو انا هجيب اية صورة سبب هقول لهم ربنا قال وانا او اياكم لعلى هدن او في ضلال مبين يا ام اطلع من السجن معتنق فكر الاخوان او السلفية او امير جماعة يا ام اتوبوا على ايتي ده اللي كان مفروض اللي كان مفروض لما قعدوا في رابعة هيسا به كان مفروض اخد الفقهاء انا هسألك سؤال ماذا استفادت الدولة من الفقهاء ما فيش لا يوجد لا يوجد استفاد من الفقهاء الى الان فحضرتك الفقيه لانه واضع ايده على النص انما اتها تجيب له واحد يقول لك شوية انشا العيال هاتف سأزنك ده مهم جدا اللي قاله يا جماعة دكتور احمد كريمة ده يا ريت نكتبه كمان الدكتور احمد كريمة بيقول انه هو على استعداد انا مستعد للزهاب الى سجن تورا واي من السجون الاخرى لمواجهة كل افراد هؤلاء الجماعات اللي موجودين داخل السجون ويعني الحجة بالحجة والدليل بالدليل وهو بيكلم عنده القدرة على الاخناع خبر مهم جدا ان نتمنى ان يتكتب انا هجيب لك دليل لا اكتموك سرا انا اشرف ان انا بتعاون مع الجيش المصري بالذات الدفاع الجوي بتنسيق مع الشؤون المعنوية لمواقع رتب عسكري بفتح اسئلة حارجة جدا لا تتخيلها من الرتب وبنجاون انا مركز تدريب الشرطة بالدراسة بقعد مع عمد منطقه من مناطق في الجمهورية وبنتحاور انا عندي خبرة مش انا الوحدي ده انا جزء من منظومة بس ديك المفاجئة منظومة مهمشة احنا بنقوم باعمال فردية مهمشة ايوا فد في قصد لتهمشها يعني ما عرفش اسأل اصحاب القرار اسأل مين طيب اعطيني حرياتي اطلق يدي خلينا في المفيد انت زعلان يا دكتور عحمد جدا على الاسلام وعلى مصر انا حزنت لما اقولك الارهاب الاسلامي التطرف الديني الدين زنبه ايه فمصر مصر بتضيح انتو مش مستشعرين حجم الخطر فحضرتك يعني انا هديك امثلة كده بسرعة عملت بعمل تلاتين حلقة في نقط فكري الاخوان من ناحية الشرعية انا مليش دعوه لا بالسياسة ولا بامنة ولا بمجال اقتصادي مش تخصوصة ولا اقتماعي اه تمام مش لمصر ما عملوا برا حضرتك عمل دراسة عن التكفير لبرا رحت التقريب بين المذاهب في الخارج عارف وص ده كله الخلايا النايمة في صحيفة قومية عشان تعرف ان المصر جزر منعزلة انت تتخيل مع الجهاد ده كله ومع انني شبه الوحيد تلس سنين واقف في مدان الفكر الاسلام الصحيح بصرخ تطلع جريدة عقيداتي التابعة لدار التحرير للطبع والنشر هيئة قومية معروفة اللي بتزر الجمهورية والمساء من اسبوعين يجيبوا احد الخلايا ويقول ده الدكتور احمد شيعي وازاي الدكتور احمد يقول المسعين اهل كتاب مش كفار تخيل ده ما يكون في صحيفة قومية يعني صحيفة قومية بتساهم مش في تشويه في تشويه لازهر وهدم لازهر والاطاحة بما بقى من علماء انا اولا الراجل مش مذهبي انا لا سني ولا شيعي ولا اباضي انا بشجع نادي الزمالك بالعافية انا بكلمك جد شوف شجع نادي الزمالك اه طبعا بالله شك من 40 سنة ولسه مستحمل اه طبعا طيب خلينا اه استأذنك انا اكمل لك بس معلش عشان الكلام ما يتربل انا مش بقول لك بطولة انا بقول لك جزء يا هيسن بيه المجودات ده انا بعملها بمجودات فردية انا خطبي الى الان لا تتبع الاوقاف ولا تتبع وعز الازهر انا مش باشكم بس بقول لك مئات منهم افضل مني في جامعة الازهر في المعاد الازهرية يتمنون المساهمة لكن محدش بعبرهم ولا يهتم بيهم لانه بعيد عن العين وبعيد عن القلب برضو ها اثقل على حضرتك واقول لك مين اللي المفروض يعني يهتم بيهم وهم بعاد عن عين مين وقلب مين واضح ان فيه غصة في قلب الدكتور احمد كريمة يعني بالاضافة الى انه زم الكاوي ده موضوع صعب فانه كمان يعني انا زم الكاوي انا سأذن حضرتك بمناسبة الاقوال اللي بتصدر على لسنة البعض احسن اه بتتسمى انها فتاوى حضرتك بتسميها اقوال شزة بتكون نتيجتها اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا من حرق ومن قتل ومن تدمير وزي ما حصل في شارع العريش النهاردة حرقوا حرقوا محل دور والتاني وكان فيه ناس موجودة جواه وكادت لسنة النار هناك شارع العريش عمل لنا مجموعة لقاءات هوا يعمل لنا مجموعة لقاءات نعرف منه كده ايه الاخبار تفضل يا حب اندلاع الحريق به انا عايزك تروينا النهاردة التفاصيل اللي حصلت بالضبط معاك منذ كانت المسيرة في شارع العريش فيش انا قلت واقف المحل ولسه بفتع كان المسيرة معدية فوق الثلاث تلاف بناء ادم وصل لحد المحل عندي لقيت ضرب التوب بيشتغل من الناس لابسين اقنعة وشماريخ وخرطوش وازايز مليتوف فبيتهجموا عليها في المحل سبت المحل وجريت وكنتوقف بعد كده مولعين في المحل واخد عربيته وبجر من تحت البيت عندنا فهم مولعين في العربية بتاعت فالعمرة كلها ولعت والمحل كله ولها وكان فيهم واحد مسج من دوية الف نص الشارع وعمل يضرب بها نار والعمرة كلها ولت عندنا وطلعت نزلت الناس كلها من فوق والاطفال الظهارة كلها والشرطة باب بعديها بحوالي نصف ساعة هي والمطافي قعدنا انطافي وبعا كده هم جوون طافوا الأمارة كلها والمحل المسيرة كانت قادمة منين بالضبط وصلت؟ من على اول شارع الهرم لحد المحل عندي داخل شارع العريش كانوا فوق تلات تلف من عدم اول المسيرة عندي واخرهم على اخر شارع العريش ومن هنا بدأ الاشتباكات وبدأ الدرب عندنا هم جايين على المحل عندي يعني عارفين ناسين بيعملوا على المحل عندي معينة كل جمعة بيعملوا كده معنا بس ده اللي حصل فيه مواجهات حصلت ما بين هنا السكان المنطقة نفسها وبين المسيرة وهي فأيام قبل كده؟ اه حصل قبل كده ومرة من حوالي شهارين ثلاثة كانت مسيرة كبيرة معدية وحدفوا علينا تهوب وعلى عمارة كان نفس المشكلة معنا في المحل وهم جايين اصلا مستوصدين المحل وين التفاصيل سات لما المسيرة جاءت وقفت قدام البيت هنا عندك؟ توقف في المحل توقف في المحل لسه بفتح وبطلع الشغل فيه مشدات حصلت دلوقتي ما بين المسيرة نفسها فيه مشدات حصلت ما بينك وما بين المسيرة نفسها وما بين أفراد من المسيرة لا ما حصلش هم نازلين على طول كل مرة بيمزلوا كل أسبوع لازم يكسروا في الشيارة ويعملوا غلق ازا كان مع الايالة او ازا كان مع الحكومة او مع الجيش بس كل جمعة بيحصل كده وفيه أيام معايلة في وسط الأسبوع برضو بينزلوا بيكسروا في قلب المحلات وسعب بينزلوا ايضا تشرح لي أكتر اللي حصل بالضبط ساعة المواجهة انا كنت واقف عند المحل لسه بطلع شغل بره بفرشه بره فلاقيت حد في الطوب يشتغل علي كنت انا واقف انا والعامل اللي عندي في المحل ولما لقيت حد في الطوب اشتغل انا طبعا ضربت عليهم برضو طوب فطبعا هم كانوا كتير كانوا كتير ولهيت ازازة كده ازازة حاجة ساعة فيها حاجة بتترمي وبتولع واحد عم داخل بفرد عم تدي في الازازة السكرية عندي في المحل ام وقع الازاز كله وواحد لابس كناه عم داخل رامح حاجة ولعت في المحل كله بالبضوع ام وازاز من طوب وجنبيه قبل القهارب عم وقع في العمارة كلها ايه الخسار طبعا في اكتر من اربعة دوار والمحل فو 350 الف جنيه وشوى عندي شائتي وشائة والدي وشائة اخوية كلهم ولو خسار فوق المليون جنيه بس ده كل اللي حصل ومعي ايضا شهود العيان الذين كانوا متواجدين اثناء اندلاع الحريق يوضح لنا اكتر التفاصيل التي منذ بداية المسيرة في شرع العريش حضرتك انا جاي من على اول فصل جاي من على اول فصل رايح محلي محلي شغافي محلي كل شي اللي جنب محلي شريف اللي ولع طبعا انا عايز اروح اشوف اكتر اللي عيشوا كده ولقيت المسيرة كلها جاية كده وبتضرب نار وناس بتضرب صواريخ وناس ماسكة ازاز من لطوف وناس من السماء احنا ما نعرفش اصلا الناس دي قدام نين كل يوم جمعة حضرتك بيحصل الحوار دو وربنا هو اللي بستورها كل يوم جمعة فلازمن يوم جمعة لازمن يحصل في حاجة زي كده الراجل دا زمب ويه الراجل الجاي دها جاي يشتغل والراجل دا برضو جاي يشتغل والراجل ده جاي يشتغل وإحنا برضو جايين اشتغل احنا زنبنا ايه اصلا ملي بيحصل كل دوا احنا حضرتك بنطالب بتواجد امني في شارع العريش لان شارع العريش ده شارع حيوي في العرم كلها وفي الجئزة كلها فما يفرج حضرتك اصلا ميبقاش فيه حتى عربية قتالي واحدة وقف في الشارع احنا مش ايه adapted ولا عربية مطاف حضرتك احنا احنا جبنا المياه جبنا خرطيب المياه من المحل وجبنا طباليات الحريق عشان نساعد الراجل ده لان زي ما حصل معي هيحصل معي هيحصل مع الراجل ده إحنا حضرتك إحنا بيندفع عن نفسنا يعني وعايز أقول لها حركة إيه إحنا بنحارب ناس إحنا ما نعرفهاش وبنتخالي مع الناس إحنا ما نعرفهاش وإحنا غاين ناكل عيش مش غاين نعمل حاجة إحنا مستزنبين أي حاجة حضرتك الشارع كله小ه حال توقف وإحنا كمان حالنا توقف وإحنا زنبين إيه أصلا يعني ما يبقاش فيه حتى عسكري حتى واقف واحد إحنا كده بندفع عن نفسنا تاني حاجة بقول لها حضرتك أن يعني لازم ان يحصل خسائر عشان عشان هما ييقوا انما احنا نقامل نفسينا ولا حكذا انا مش شايف اي حد الصراحة المتظارين اللي كانوا موجودين او الجماعة الاخوان تحديدا الارهابية كانوا موجودين كانوا موجودين معهم ازاز ملوتوف او كده او سلاح بص عليك انا شفت الشماريخ وشفت السواريخ اه وشفت ازاز ملوتوف المحل ده لما ولع حرق واحد ملسم جي ورمى الازازة بيحط فيها حذاك بيحط الازاز المرتوف جوها الشراب وبيلفها وبيلفها وبيحدفها وتيجي زي ما تيجي وبيحدفها على الاهالي والسكان يعني هو ما ولعش محلها هو ولع عمرها بحلها زنبهم ايه الناس اللي فوق دي حتى لو فيه اطفالها يحصل الله حاجة واحنا مش عالفين نعمل الصراحة كل يوم جمعة كده اذا كما روى لنا بعض شهود العيان هنا هنا وصاحب العقار ايضا اذا ما حدث بالفعل من قبل جماعة الاخوان الاخوان المحزورة وتواجدها بشارع العريش اشعلوا في هذا العقار النيران وهذا المحل التجاري الذي كان يملكه صعب المحل اشعلوا في الامارة باكملها الى الستوديو ايه دي نتيجة اللي حضرتك سمتها بالاخوال الشازة فضلت الدكتور يعني دي النتيجة جزء محزور اربع عشوائي يعني ملوتوف عشوائي بيلفو يقولك بيرمو ايا كان با هيجي على محل هيجي على بنا ادم هيجي على شقة هيجي على العربية ايه دي نتيجة الاقوال الشازة شوف اقول لحضرتك الازمة للثقافة المنحرفة وللتأولات المغلوطة ترتكز على امرين عنف فكرة وعنف مسلح يعني انا انا هبدأ لك بما نسب الى من يسمى او المدعو محمد عن مقصود اولا اتجاهه ايه تربطه دعوة سلفية ده حاجة غير صحيح الاسلام لانه مقوله دعوة سلفية عقيدة سلفية شريعة سلفية دي كأنها بتواجه الاسلام هم دعك من العقيدة السلفية بتاعتهم ولا الدعوة السلفية هذا الرجل لو كان قارئا للقرآن الكريم ألم يقرأ قول الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعناه وعد له جهنم وساءت مصيرا هل قرأ قول الله تعالى ولا تفسد في الارض بعد اصلاحها هل قرأ والله يدعو الى دار السلام هل قرأ فقه الجهاد الحقيقي ان ايات السلام في القرآن 133 ايه وايات الحرب 6 وموصوفة بوصف منفر كما في سورة محمد حتى تضع الحرب او زارها هل ارى ان اللي على شاكلته اللي على شاكلته ربنا انبأ عنهم في سورة البقرة جزءها الثاني ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحزبه جهنم ولبئس المئات لم يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومقوله ان هم سنة وسلف اي سنة تتحدثون عنها واي سلف رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال من اعان على سفك دم امرئ شف واشار الى يعني وعاء ولوك محجمة كتب بين عينيه آيس يوم القيامة هل لا قرأ في سيرة النبع السلام ان الرسول امام الكعبة قال ما اعظمك وما اشد حرمتك الا ان دم المسلم اعظم حرم عند الله منك هل قرأ اجماع الفقهاء على ان الدماء معصومة هل قرأ مقاصد الشريعة الاسلامية اللي قالوا الامام حجة الاسلام ابو حمد الغزالي رحمه الله في كتابه الماتع المستصفى المجلد الثاني لا انا بقرش من ورا على فكر لما قال واعلم ان مقصود الحق من الخلق ان يحفظ عليهم دمهم وعرضهم وعقلهم ومالهم ونسلهم يعني اسعبتك هايسن بيه سعودي لو قلت لي اديني سطر واحد ما فلسفة الشرح هقول لك هو اللي قاله الغزالي واعلم ان مقصود الحق اللي هو الله من الخلق لما تحل العبادات والمعاملات كلها ان يحفظ عليهم هذين المسائل بنسمحنا المصالح الكبرى الضرورية او المقاصد الضرورية الكبرى بدأ بايه بالنفس النفس البشرية ليه لان النفس البشرية انفس ما خلق الله وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي أَدَمْ مَقَلْشَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي أَدَمْ في اتجاه الدولة الصحيح وفي اتجاه خارطة المستقبل تصرحتهم بنكلم على الدعوة السلفية والحزب الموثق عنها انا مليش دعوة بالاحزاب السياسية كلمنا عن الحزب الشرعي اشتاء الدعوة السلفية تزف في كسب لان هم اللي عملوا هذا يا اخي الكريم انا نفسي استاذ اكاديمي يعني الدكتور ياسر برهومي بس لان طالع نائب نائب رئيس الدعوة السلفية طالع قال على اللي بتسمى فتاوة دي طالع قال عليها اقوال شزة طيب بس انا حاضر انا اش جعب ياسر ولا بغير ياسر بس خليني انا بكلم في العلم حضرتك السلفية الدعوية في القاهرة ماشي لما يبقى في شرع الجمهورية في عبدين كتاب من ثلاثين سنة والدولة اللي في غيبوه بقى اسمه فتاوى علماء البلد الحرام البلد الحرام ماشي ده دستور الدعوة السلفية تعال بيقولي يحرم على الجيش المصري اهامة الجيش المصري موجود كما بادئهم من ثلاثين ارابعين سنة والكتاب منشور يقول يحرم قيام الرتبة لقائده ويحرم تحية العالم ولذلك حتى ساعة الدستورين ما وقفوش للعالم والدستور التاني فانت بقى كيف بتقول ان ده بيسعى مع دولة مدنية بسعىش مع دولة مدنية السلفية الدعوية بس على الاقل يجرم اعمال العنف والتخليب وتدمير دبلير دبلير هما كلهم عايزين يبقوا بدان الاخوان ده 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 مسألة ومع انا مش عايز ادخل في امور الدولة عارفة الدولة عارفة انا ما زيتش الدولة علم فحضرتك هنا السلفية الدعوية الخطورة بقى لساتك ما تعرفهاش انا قدامك اهو استاذ سقفتي سنية حتى النخاع ازهري معايا استاذيها بعد الدكتوراه اصلح للدعوة للاصلحة اشأل اقول يعني ماليش انا بسألك كمواط اكيدة دكتور يا راك ان المشاخ السلفية بيعتبرونا احنا كازرين كلنا اعتبارا من الامام الاكبر وانتنازل كفار ده صعبة جدا دي صعبة جدا دكتور صعبة جدا اما دائما الحديث انا مش بتكلم على كل السلفية الحديث على ان الاحتكام للازهر الشريف وان الازهر هو المنبر وشيخ الازهر هو الامام وظهرت بتعيسر برهامي بعد الدستور الاولاني وشريط ولما اهان فيه شيخ الازهر يا مولانا لانه عنده كلمة خطيرة يقولها في المساجد والزوايا عقيدة الازهر عقيدة اشعرية وابو الحسن الاشعاري زائغ العقيدة هذه الثقافة باطلة انت عارب بطلان في اصول فقه يعني ايه يعني انا خارج عن الميل وزاك انا اقولهم كلمة واحدة من باب عتاب المحبين يقدر الدعوة السلفية طلع بيان ان الثقافة الازهرية والعقيدة الاشعارية في الازهر سليمة او صعيحة انا اختتم بالسؤال ده ومش اعتذر لحضرتك انا اعتذر للسادة المشاهدين ان احنا مش هنقدر يعني نقعد مع حضرتك وقت اطول وفي الحقيقة انا شخصيا يعني بقى اسف لده كنت اتمنى اللقاء حضرتك يكون مدته اكبر من كده بكتير بس عذرني الاحداث للأسف اللي حصلت النهاردة يعني ممكن تكون قلصت من وقت اللقاء واتمنى تكراره مرة تانية وبشكرك على اهدائك هذا الكتاب المحترم ليا اسمه خطاب اسلامي معصر شكرا لك من 30 سنين بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد على وجودك معنا وسؤال حضرتك موجود وفي انتظار رد من الدعوة السلفية عن الثقافة الازهرية عن الثقافة الازهرية ما يقولش انا بحترم الازهر وبحبهم السؤال مطروح احنا مؤمنين ولا مش مؤمنين منتظرين منتظرين اجابته اجاب سؤال مهم جدا يعني على السؤال على الازهر والثقافة الازهرية وعلى شيخ الازهر وعلماء الازهر من هم بالنسبة لشيوخ السلفية شكرا جزيلا دكتور احمد كريمة استاذ الشريعة الاسلامية بجماعة الازهر أستنى لك مرة تانية شكرا لك وعد حافظ الله مصر رغم أن في الإخوان رغم أن في السلفية رغم أن في الشيعة رغم أن في تركيا رغم أن في قطر رغم أن في البتلسود في أمريكا رغم أن في الاتحاد الأورادي المهندس خالد الزعفراني القيادي الإخواني المشاق والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية بعد الفاصل معنا في صوت الناس إن شاء الله أرجوكم خليكم معنا